السلام عليكم و رحمة الله أهلا و سهلا بكم طلابنا العزاء و ياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي و اليوم رح نتكلم عن أصوات تسمى البلوسيبز أو تسمى بعض الأحيان الستوب طبعا نفس الشي سواء بلوسيب أو استوب ما كفر بلوسيب تعريفها هي أصوات صحيحة رزولتد طبعا معناها ناتجة أو متكونة from a complete from a complete culture يعني إغلاق تم of two articles which allow to go to escape to escape or to go from the vocal track طبعا هي يسمها أو يسمونها بلوسيب يسمونها بلوسيب توقفية لأن يكون هناك توقف لمجر الهواء لما يخرج من الرأتي أما يسمونها بلوسيب لأن تحتوي على انفجار طيب من هي الأصوات البلوسيب عددها ستة با تا با سوري با تا دا كا ق با تا دا كا ق با تا كا با دا كا طبعا هذين الأثلاث أوليات يكونون قويات يعني دائما والثانيات يكونون ضعيفات طيب يكون طويلات أيضا يعني الآن نجي إلى مراحل إغلاق أو مراحل تكوين هذه الأصوات أول مرحلة طبعا أول مرحلة تسمى كلوزنج فيز اللي هي مرحلة التقارب مرحلة التقارب ترجمتها مرحلة التقارب هاي صحيح مرحلة التقارب هو الأول لعضة التقارب عندما يتجمع كثير من الوصول لتجمع كلمة لتجمع الكلمة لدي عضو النطق يقترب من بعضهم لبعض يسمونها مرحلة التقارب حلو لدي عضوين مثلا الشفاه أول مرحلة مرحلة التقارب هذه العملية سريعة جدا حاليا لا تحس بها ولكن مختبرات وعلماء اكتشفوها ثانية مرحلة هذه المرحلة ترتيبها المهم المرحلة الثانية وهي المرحلة التي سيقترب أو يغلق الهواء يحبس الهواء بها المرحلة التقارب من تتقارب أعضاء النطق سينغلق الهواء من الخروج سينغلق الهواء وراها مرحلة مرحلة ثانية مفاجدة عندما يتجز هاتف الهواء مرحلة الثالثة خروج الصوت انفجار الصوت انفجار الصوت لان ينفجر انفجار انفجار او اعضاء النطق ترجع الى ما كانت عليه و تستقر اعضاء النطق قبل عملية تكوين هذا الصوت الاملية سريعة جدا ليس تحس بها اثناء النطق ولكن العملية سريعة جدا تكون اقل من جزء من ثاني تكون سريعة جدا و تكون اقل من ثاني يعني لا تحس بها ولكن هي موجودة أربع مراحل لن يمكن أن يأتي كتعريف لهنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى تشتركون بالقناة نشوفكم بخير تحياتنا